نساء للبيع شاهد الأسعار بالرغم من أن زمن للتجار بالبشر قد انتهى ولكن يبدو أنه ما زال هناك بعض الدول التي تريد العيش في هذا الزمن المرير صحيح أنهم لا يتاجرون بالبشر بشكل صريح ولكن إذا نظرنا للصورة كاملة سنعرف أن كل ما يفعلونه ما هو إلا الوجه الحقيقي للاتجار بالبشر لذا في فيديو اليوم سنتعرف على فتيات تم بيعها وشراؤها ولكن قبل أن نبدأ عزيز المشاهد اضغط على زر الإعجاب دعما لنا للمزيد من الفيديوهات الرائعة في قبيلة الكالايتز الأوروبية التي تعيش داخل مجتمع روما يتم تطبيق واحد من أغرب التقاليد الغريبة للاتجار بالفتيات المراهقات في العالم حيث يقام أربعة مرات